قال صلى الله عليه وسلم فوالله لإن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم وله الدرجة عاد لا هو التدخين الأقرب والعلم عند الله أنه حرم ما يجوز وضرره ظاهر الآن وشبه إجماع الآن بين الأطباء أنه مضر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار ويقول الله تبارك وتعالى في وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم طيبات ويحرم عليهم الخبائث ولا شك أنه من الخبائث والأقرب أنه حرام ولا يجوز لكن لا يصل إلى أنه إلى تحسي السم لا يقال الذي يشرب زقائر مثل الذي يتحس السم وأنه قاتل لنفسه وأنه خالد مخلد في النار لا ما توصل لهذه الدرجة لكن نقول حرام ويجب على الإنسان أن يتركه